نضم إلينا من القدس المحتلة مراسل الغلاد أحمد البوديري أحمد أهلا بك أولا أول وزير خارجي أمريكي يزور مستوطنة بصورة واضحة لهذه الدرجة أول مسؤول بارس في الولايات المتحدة الأمريكية نراه داخل المستوطنات أو ربما المرتقب يوم الأربعاء وكأنه يا أحمد يشرعن الاستيطان ضعنا في التفاصيل رجاءنا لا ننسى أبدا بأن هذه الإدارة الحالية الإدارة الجمهورية لتفكر في الإدارات القادمة في الانتخابات بعد أربع سنوات تريد أن تبني لها مجدا بومبيو نفسه ممكن أن يرشح لنفسه ليكون رئيسا للولايات المتحدة بعد أربع سنين وبالتالي الرحلة طويلة ولكن في التفاصيل مارك بومبيو وزير الخارجية الإسرائيلي سوف يزور مستوطنات ليس فقط مستوطنات في الضفة الغربية فحسب ولكن أيضا مستوطنات في الجولان السوري المحتل وبالتالي الإدارة الأمريكية الحالية المنتهية ولا تريد أن تقول من هذه المستوطنات هي قانونية سواء كانت في الجولان السوري أو في مناطق الضفة الغربية هذا عمليا يعطي الإسرائيليين انطباعا بأن معكم الوقت معكم طبعا بضعة أسابيع فقط قبل إدارة جو بايدن التي عمليا سوف كما قيل سوف تعود إلى الترتيبات التي كانت موجودة بان حكم أوباما ولكن طبعا ذلك لن يشمل سحب الصفارة الأمريكية من القدس كما فهمنا من المصادر الأمريكية وبالتالي فإن الإسرائيليين يقومون الآن بأربعة أمور أساسية من الأمر الأول تجديد عملية الاستيطان 1256 وحدة استيطانية في جنوبية القدس تم الإعلام عنها اليوم وذلك في إطار سباق الزمن للحكومة الإسرائيلية القضية الثانية هو شق طرق التفافية كبيرة في مناطق الضفة الغربية في محور الخليل بيت لحم وأيضا في منطقة نابلس وذلك كجزء من تحضير البنية تحتية في مناطق الضفة الغربية ثالثا موضوع شرعنة المستوطنات العشوية الصغيرة الموجودة على تلال الضفة الغربية هذه المستوطنات حسب القانون الإسرائيلي لأنها تحدث عن القانون الدولي القانون الإسرائيلي نفسه يقول بأنها غير قانونية وبالتالي الآن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحويلها إلى مستوطنات قانونية حسب القانون الإسرائيلي وأخيرا في عجالة عملية الاستمرار بناء الاستطاني في مناطق الدفاة الغربية طيب يا أحمد كيف سيستعد الشارع الفلسطيني لاستقبال مايك كومبيو؟ هل من شبهات تصعيد اشتبكات ربما تظاهرات حتى لو بدار الجهة السلمية؟ كيف هو الأمر يا أحمد؟ لا يوجد هناك تعامل بين الشارع الفلسطيني وبين ما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية بمعنى بأن الشارع الفلسطيني يعلم وهو واعي جدا بأن هذه الإدارة الأمريكية تلعب في الوقت الضائع وحكومة نيتنياهو تريد أن تلعب الوقت الضائع اللي سمعناه فقط رسميا هو إدانة من قبل الرئاسة الفلسطينية وأيضا من الفصائل الفلسطينية ومن التجمعات السياسية الفلسطينية التي تستنكر مثل هكذا زيارة في نهاية المطاف سواء زارة بومبيو الضفة الغربية أو عاملة على موضوع الإعلان بأن القدسي عاصمة الدولة العبرية فأن كل هذه الإجراءات بالنسبة للشارع الفلسطيني لا تعني كثيرا ليس من باب بأنه لا يتعامل معها بجهل ولكن هو يتعامل معها بواقعية أكثر هو يعلم بأن هذا جزء لا يتجزأ من السياسة الأمريكية للإدارة الحالية ولن يغير كثيرا إذا ما كان هناك إدارة قادمة يمكن أن تغير الأمور إلى سابق عهدها أي عهد أوباما ولكن اللافت كان أيضا تعامل القيادة الفلسطينية التي عمليا تتعامل بإيجابية مع إدارة جو بايدن القادمة وأيضا تريد أفك الحصار عليها وتحديدا عودة الأموال الأمريكية التي كانت تشكل ميزانية كبيرة وأيضا تعامل الفصال الفلسطينية والحركات الفلسطينية التي أيضا تريد أن تفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية القادمة نعم جل المخاوف الآن من استغلال الفترة المتبقية لترامس في مزيد من المستوطنات أو في غيرها من الأمور شكرا جزيلا لأحمد البوذير مراسل الغدمن القدس المحتلة